والنية ومحلها القلب بإجماع العلماء والتلفظ بها بدعة باتفاق السلف ولم يقل أحد من علماء المسلمين المتقدمين من السلف من الصحابة ولا من التابعين ولا من بعدهم إنه يشرع الجهر بالنية بل هي بدعة حدثت في القرون من الرابع والخامس وما بعده وأما الذين يزعمون أن الشافع رحمه الله تعالى يقول يجهر بالنية فهذا خطأ في فهم كلام الشافعي وقد أنكره أكابر علماء الشافعية وأنكره غيرهم من أهل العلم فاحذروا من هذه البدعة التي انتشرت في الناس اليوم وهي قول القائل نويت أن أصلي ونويت أن أتوضى ونويت أن أحج ونويت أن أعتمر ونويت أن أتمتع ونويت أن أتصدق كل هذا بدعة لا أصل لها إنما السنة أن تكون النية بالقلب ويشرع الجهر بالمنوي لا بالنية في أربع عبادات الحج والعمرة والهدي والأضحية والعقيقة هذه خمس ليس أربع خمس فتقول لبيك عمرة ما تقول نويت عمرة وتقول لبيك حجا ما تقول نويت حجا وتقول اللهم هذا منك ولك ولا تقول نويت هديا ولا نويت أضحية ولا نويت عقيقة تقول اللهم هذه عقيقة فلان بن فلان ونحن قوم متبعون لا مبتدعون لا نزيد على السنة قيد أنم له والله أعلم شكرا